بتقول فيه نقط بني وتجعي دي النقط البني وتجعي بتشيلها حاجة في منتهى لها مية قلنا اللي هو زيت جنين الامح معروف ان زيت جنين الامح بيشيل النقط البني حتى على فكرة في ناحية لو كانت النقط البني دي نتيجة الكبر في السن ودي نزيف تحت الجلد نتيجة الدم اللي بيوصل يبا دي ما تشالش بالطريقة دي تتشال بالكركم اللي محطوط في عسل الناحل الكركم المطحون انما لو كانت التجعي دي في سن صغير مع النقط البني يبا تتشال بزيت جنين الامح هي برضو بتقول ابنها عنده كوحة ما نتكلمتها عن كوحة الحساسية البرونشيكم مع الفينادون او البرونشيكم مع السيني كود